اشتركوا في القناة المقطعين يعني تشوف المقابلة اللي عملها السي سي وبعدين تسمع الكواليس كيف تواصلوا معه وكيف هم بيعتبروا انهم هم ورطوه يعني بولك الراجل يعني هو مش عارف سي بي اس سكستي منتس عامل ازاي كيف وافق كيف يوافق وكيف مساعدوه يورطونه في شيء كهذا ثم برجع وبعدين بترجعونا انه رجاء ما تعرضوهوش وحاولوا يغروا البنت استنوا لها تزاكي طيارة وعملوا لها ريد كاربت ريسيبشن في مصر لعله وعسى انه ما يزيعوش البرنامج يعني حقيقة فضيحة لا اتصور انه سبق ان حكم مصر شخص بهذا الهزال يعني وبهذا الشكل هو الموضوع ده يطول الكلام فيه الحقيقة بس هتعرض الفيديو اللي قتي ولا دا دا هتعرض الفيديو هتعرض الفيديو ها بتشير ليه بس انا والله كان الحلو لو اتعرض يعني حقيقة اشرت النقطة مهمة قبل ما انتخش في اللي قاله يعني موضوع الحكاية مساعديه ومين اللي عرض عليه وكده انا مجرد نظر هي دي الكلفة الرئيسية يعني انه لا في مساعدين ولا في حاجة يعني هو حالك تشوف الكواليس فيلم الفيديو الكواليس ده ما فيش غير هو وعباس وعباس عمال يشاور ويعمل يعني بقى بيزبط الدنيا تاني قاعد وبس هو ده لا يعرف يعني ايه سيكستي مينتس عباس نفسه معرفش انجليزي اصلا قاعد واحدة واحدة بترجم له برا لا يعرف اسئلة ازاي يعملوها لا مش عارف اصلا يعني ايه يعني هو لو بيقوله انه هو طلب عرض الاسئلة عليه علشان يعني يوافقوا عليها وكده والبرنامج قاله انا سياستي مش كده هو ممكن ببساطة ما يشتركش في البرنامج لا وافق لكن وافق يعني راح دخل برجله في في حاجة هو مجهولة بالنسبة له فده الحقيقة معبر انا اللي عايز اوصله انه ده معبر عن حال مصر الان يعني مصر تضار بهذه الطريقة الطريقة العشوائية غير الاحترافية هو عباس قاعدين كده يعني يعني في طبونا زي ما بنقول عندنا في مصر وبيمشوا الامور مش مش اكتر من كده وده يعني اللي حصل فيهم ده هو اللي بيحصل في مصر الحقيقة يعني فدي دي 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 اللي عزمها رئيسي انت بتقول انت بتقول هو عباس وانا اتذكر فرعون وهامان مش عارف يعني يعني هل وجه الشبه كده بس احنا كده بنزن فرعون وهامان والله الشبه الله يا دكتور هو الحقيقة يعني كلام الدكتور عمر يعني يلامس اخطر نقطة في الموضوع واكثر نقطة تقلمنا كمصريين والواحد بعد ما شاف المشهد المؤسر ده بدأ يسأل نفسه هل ده حل المؤسسات في مصر احنا وصلنا لكده احنا كان عندنا حكام مستبدين بدء من عبد الناصر مرورا بالسداد نهاتا ومبارك لكن ما كانش عندنا هذا الاستبداد الخام المتخلف الذي يتسم بالجهل والعبط كان عندنا دولة مخابرات بس كانت مخابرات كانتش عباس كامل احنا الوقتي بنعيش دولة السكرترية عباس كامل الذي يدير المخابرات وأعمال المخابرات يديرها بعقلية السكرتير وبالتالي حتى قواعد العمل المخابراتي اللي هي تقتضي التقصي عن المعلومات والتخاذ للقرارات كل ده مش موجود نحن أمام حالة مشوهة للأسف أصابت كل مؤسساتنا طيب كيف يا دكتور أمكن أن تتحول مؤسسات الحكم في مصر إلى هذه الصورة؟ يعني مرة واحدة يعني؟ لا هي بص يا دكتور هي الفكرة بتمشي ازاي؟ وفقا لمقاس الحاكم بيتم تفصيل من حول الحاكم صحيح وزي ما بيقولوا قل لي من معك أقوله لك من أنت الحقيقة راجل اسمع الفتاح السيسي إمكانياته الزهنية والعقلية الحقيقة محدودة جدا وقد يسأل بعض والرجل إمكانياته محدودة عمل فيك وكل ده وقدر ينجح في ده لا هو الحقيقة مش هو هو المؤامرة اللي هو كان يعني المخلب فيها هي التي أدارت هذا المشهر إمكانيات وأنا يعني أعرف الرجل والتقيد بي أكثر من مرة عندما كان وزينا للدفاع وقبل أن يكون وزينا للدفاع أنا في تقديري إن إمكانياته العقلية محدودة جدا يعني لا يرقى لمستوى خريج جامعي يعني على أدنى مستوى من مستويات الخرجين ده أقل منهم لكن رجل بهذه الإمكانيات وبهذه المعرض هيجيب مين حواليه؟ هيجيب مثلا محمد حسنين هيكل ولا هيجيب أحمد موسى مع كل خلافنا مع هيكل لكن كان اسمه هيكل هيجيب مثلا مزيع بحجم فلان ولا هيجيب توفيق وكاشة وغيره وغيره المقاسات في مصر الحقيقة بتنخفض هي مش فجأة هو اللي حصل فجأة أن أصبح لدينا رئيس بجهل وحمق وعبط الرجل اللي اسمه عفتح السيسين فكل ما نحاوله أصبح على نفس المستوى وعلى نفس الشكل الله يا دكتور أنا بفتكر شيء بالشيء يسكر ويمكن لوزير يفتكر معايا الكلام ده يعني إحنا خبرتنا كانت لما دخلنا في وقت الحاملة الرئاسية بتاع الدكتور مرسي ثم الرئاسة ما بنكلمش بقى على هيكل وعلى الكلام لا يعني إحنا بتتكلم على ناس لسه جداد لأنه طبعا حقيقة عارفة إحنا كنا بعيد عن الدولاب الرسمي يعني للدولة لكن أمور زي دي يعني مقابلات مثلا للرئيس وحتى لما كان مرشح للرئاسة دكتور مرسي فك الله أسر يعني فلما أخد المنتهج جدية مين اللي جاي خلفية كاملة عنه مفيش حاجة اسمها الأسئلة ما نعرفهاش والله اللي مش هيجيبه الأسئلة مش عايزينه يعني إحنا فيه ناس بتخبط علينا كتير والمشكلة هو هو عامل كده لأنه معنش تاني السهر بيجيله يعني لكن إعداد في منتقى الاحترافية باكجراند خلفية بتتعامل على كل شخص بيقابله سواء أحد يصحفية أو غيره وإحنا كنا مجموعة يعني ايه يعني أنا ممكن كبير شوية لكن مجموعة شبابية كلها بسرعة إيه اللي كان بتعيد ده وممكن يفكرنا بالموضوع ده يعني إزاي كنا بنتعامل معها يعني يعني هو زي ما الدكتور عاملو الدكتور أيمن بيقوله في زاوية تانية في المقابلة بتبينلك يعني مقدار احترام المعد والمقدم للي بيحاوره يعني احنا شوفنا كتير من سيكستي منتس بيقابل كتير جدا من الرؤساء سخلينا نتكلم على الرؤساء اللي موجودين في المنطقة أو يعني الرموز اللي موجودين في المنطقة شوفنا مثلا الملك عبدالله للأردن كيف بيقابله في سيكستي منتس حتى محمد بن سلمان كيف بيقابله مفيش حد في سيكستي منتس أهين بهذا الشكل انت كنت أمام تحقيق ناس عاملين محترم جدا عن السيسي مفيش مساحات يعرف يتكلم فيها الرجل كان في تحقيق ومفيش حصلش قبل كده مثلا مع رمزه ولا مع رئيس ولا مع رئيس وزراء في سيكستي منتس ان يجبوله معارضين بهذا الشكل هو القماشة بتاعت عبدالفتاح السيسي سيئة ما عندوش حاجة يقولها الا السردية السخيفة اللي بيطلع يحكي بيها اللي اسمعناها انا بحمي المنطقة انا كذا وفي الاخر انا موجود هنا عشان اتلقى مجموعة من المساعدات فده حجمه احنا شفنا مشهد بيصف حجم عبدالفتاح السيسي الصحيح وبالتالي في الفيديو اللي حضرتك بتشير اليه لما كانوا بيسألوا المقدم انت ايه شغلتك يعني ايه التارجد بتاعك قالهم اسألوا الاسئلة اللي ما بيتسألهاش في بلده اه صحيح وهذا يعني انهم هما فاهمين الاعلام المصري عامل ازاي بالضبط وبالتالي الاسئلة كانت اسئلة طبيعية جدا على فكرة اسئلة بتقول ان الجرائم اللي هو ارتكبها هو ونظامه لن تسقط بالتقادم على الاطلاق وبالتالي اسئلة طبيعية هو الاجابات بتاعته هي الاجابات اللي كانت كاشفة لي شخصية ضعيفة شخصية مهترئة مفيش يا دكتور انت امام مشهد زي ما الدكتور ايمن بيقول فين ده من يعني اسوأ حد في تاريخ الرؤساء السابقين في مصر وفي المنطقة مش موجود وحتى ابسط التفاصيل مش موجود يعني ابسط التفاصيل كمان انه هو يعني اللي هو الطريقة اللا قد بيها يعني قاعد على كرسي من غير مسند يعني الموزيع قاعد بكرسي بمسند صحيح الستب ده يعني مظلم كأنه طالب وبيتقنب او كأنه على كرسي تحقيق يعني انا فعلا اللي بيجيبي ان هذا تحقيق يعني ازاي رئيس يقعد على كرسي من غير مسند وقدامه الموزيع قاعد على كرسي يعني دي تفاصيلة صغيرة بس تديني انطباع انه وبينه قاعد هو يعني متواضع يعني لكن الحقيقة كان يعني مقارنة بثقة كان وضيع هو مش موزيع هاي وراجل سينيور يعني صحفي اعلامي كبير يعني هناك يعني كنا لسه بنبحث عنه يعني لقينا انه الجوائز اواخد اكتر واحد اواخد جوائز ايمي في امريكا نص الجوائز اللي اواخدها برنامج سيستي منس في الوقت اللي او كان موجود فيه بسببه يعني تحياته او قدير لا شك اوه فاحنا مش بالكلم على حد سهل يعني لكن وبالتالي ده كمان اظهر اكتر النواقص بقى اللي بتكلم عليها بتاعة تاسي لفت نظري كمان في الكلام اللي ألوه في المقابلة هاي إنهم هم أعدوا يتداولوا مع مصر لشهر كامل هم بيحاولوا يخنعوهم طب بعثوا لنا الأسئلة وهم يقولون لهم لا إحنا هكذا هو شكل البرنامج وهم بيستنتجوا فيما بينهما يعني المقدم والمعدة أن الشيء الوحيد الذي فهمه السيسي عن هذا البرنامج أنه للمشاهير بالضبط وهذه كانت المصيدة ده اللي جاب رجله كانوا الطعم يعني فأنا زي زي المشاهير فإذا أطلع في البرنامج دون إعداد دون معرفة لأنه هذا إعلام أمريكي حر يسطع بس هو كل أفعاله الدكتور عزام بهذا الشكل يلا نعمل قناة جديدة يلا نعمل مسجد وكتدرائية في الصحة يلا أروح برنامج وأنا معرفوش كل شيء وفي نفس الوقت هو الرجل بيصف نفسه قالك أنا لو كل حاجة هعملها بدرسات جدوى ما كنتش عملت عشرين من مية والإعلام الدولي الذي هننا ودلل عبدالفتاح السيسي لسنوات طويلة طويلة أعطان طبع أنه هو ده الطبيعي أن أنا أجي أروح أتكلم كلمتين حلوين عن إسرائيل كلمتين حلوين عن حماية المنطقة من الهجرة غير المشروعة كلمتين حلوين عن تطوير الخطاب الديني خلص هيستقفولي طب إيه لتغير للوقتي بقى في رأي حادتك يعني ما أنا عايز أقول لك هو طبعا سوعق لأن هو برضو أنا بقول أن الإعلام الدولي يتحمل جزء المسؤولية أنه لم يفاتح الفتاح السيسي قبل كده أنت راجل قاتل آلاف البشر دم البشر ده في رئابتك هو ما كانش متوقع هو متصور أن كل الجماعة لشعرهم أصفر وعنهم خضرة هيبشوا معها هيكلموه في إسرائيل وفي السلام سأل سألي ليه هم بقى يغيروا هذا الاتجاه اللي حليك بتوصل والله رحمة الله عليك جمال خشوكري أعتقد أنه غير الكثير في مزاج الإعلام الغرب وبدأوا يستشعروا أن في جريمة بتحصل أن إحنا سكتين على هؤلاء المستبدين أو أنه بإضافة لذلك هم ذكروا في نفس البرنامج إذا بتذكر مقدمة البرنامج تتحدث عن أمريكي حصل معه كذا وكذا وكذا فهو لما تصل للمواطن الأمريكي زي أنه لما هي لما وصلت لجمال خشوكري لجمال خشوكري لو ما كانش بيكتب في الواشنطن بوست وموضو في واشنطن ربما ما كانش زخية نفس الاهتمال بس أنا أعطي لك حاجة برضو مش كله يعني النهاردة مثلا بومبيو لما بيسألوه على موضوع انتحكات حقوق الإنسان في مصر وكذا قال له الله أنا جاي عشان أتكلم فقط على الأمور التي تهم الشأن الأمريكي قال كذا بمطاع الصراحة يعني طبعا لو كنت أنا اللي بحاوله كنت قلت له طيب مش من الشأن الأمريكي إنه فيه 15 أمريكي المحبوصين في مصر بتوهم سياسية بس الدكتور شوف أنه الميز هنا بين بومبيو ومن على شاكلته من السياسيين والإعلام الإعلام حاجة ثانية يعني إحنا نتكلم عن الإعلام في الغرب والإعلام في أمريكا هو ليس المؤسس الرسمية بالعكس هو يناطح المؤسس الرسمية يعني الإعلام طبيعته في الغرب وإن كان يعني يسكت عن كثير من القضايا اللي احنا نعتبرها قضايا مهمة من وجهة نظرنا لكنه في حقيقته تركيبته صحيح هو السلطة الرابعة يعني يناكف لا والحقيقة بخير كمان الإخواننا في إدارة ترامب هم حطوا مستوى من الديمقراطيين ومن الجمهوريين حكم أمريكا والتفت تماما عن فكرة حول الإنسان يعني حتى في عهد كونداليزا رايس وبوش وكان هناك مساحة لا يتم التفريد فيها من المبادئ حتى ولو ظاهرية الحقيقة ترامب ومن معه بيعيني قضية خالص ورغم هذا أنا معلوماتي عن زيارة أخونا في المنطقة أن هي ستنتج نتائج خطيرة وتحديدا فيما يتصل بوضعية محمد بن سلمان أتمنى أن هذه التحدات تكون صحيحة لكن هو رجل لا أخلاق له ولا مواقف أول حقيقة اللي عملوه في قضية جمال خشوقجي يعني الحقيقة لازم يتعامل يعني انفجراف ولا حاجة في القنوات المحترمة لزي الحوار وغيرها يرصد تزبز بالموقف الأمريكي لأحنا كان كل يوم الصبح عندنا موقف كوتانيوم عندنا موقف مختلف فهذه الإدارة مضطربة هذه الإدارة كاذبة هذه الإدارة غير متسقة مع الحد الأدنى من المبادئ لكن المجتمع الأمريكي في تصوري أعلام وصحافة وبرلمان ورأي عام مختلف خلينا أحكي لك قصة أنا من جهة نظري تثبت أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تكن أصلا تحتم بحقوق الإنسان بشكل صحيح أنا في مطلع التسعينيات كنت أدير مؤسسة حقوقية في بريطانيا اسمها Liberty Liberty for the Muslim World ودعيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأستلم جائزة نيابة عن معتقل سعودي أنا مش عاوز أذكر اسمه الآن لأنه الآن مش معتقل كان في حينها معتقلا الحمد لله فكرموه لأنه هو محامي كرموه دلاء محامين جمعية المحامين الأمريكيين طبعا هو في السجن فلأني أنا كنت أدافع عنه وأطلع تقارير دعوني أنا استلمت الجائزة مش جائزة هي شهادة شهادة بالنيابة عنه وعلى هامش هذه الزيارة رتبوا لي عدة زيارات واحدة منهم كانت مع مسؤول العلاقات الأمريكية السعودية في الخارجية الأمريكية لما دخلنا عليه الراجل رافع رجله على الطاولة وبيشرب كولا على النمط الكاوبويل الأمريكي فالمحامي اللي معايا مرافق بيقول له هذا عزامي التميمي مدير منظمة كذا وجاي يحكي لك عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية قال لي أي حقوق إنسان إحنا السعودية تاني أهم دولة في العالم بالنسبة لنا لا تعني حقوق الإنسان شيء الراجل كان بيتكلم بعفوية وفيش حسابات وفيش دبلوماسية ما عادش فيه نقاش سكر عليها الباب في المساء كان فيه لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان واللي معني بقى بالموضوع وكان راجع لسه من الصين وقال بيفتخر بيقول إحنا رجعنا من الصين وقلنا للصينيين لازم تهتموا بحقوق الإنسان والأقليات والديمقراطية رفعت إيدي أنا وقال له أنا اليوم الصبح كان عندي لقاء مع بسؤول الدسك السعودي في الخارجية الأمريكية وقال لي كذا وكذا وكذا والله وجهه صار زي الطماطم أحمر وجهه قال مين هذا وإزاي وكيف يقول لك الكلام هذا هذا كلام ما بصد شعر يقوله قاله لكن أنا أقول لك اللي تغير اللي تغير هو المجتمع المدني في الغرب والإعلام زي ما تفضلت أنت قضية زي قضية جمال خاشخجي انكشاف عورة الدكتاتوريين وما يرتكبونه من جرائم في حق الشعوب الإعلام الآن في الغرب بدأ ينحاز وهذه إيجابية فرصة كما عير ولأسف الحد الآن في العالم العربي الناس مش مدركة ذلك لأنه بيحط معظم الناس بيحطوا الغرب كله في سلة واحدة صحيح هو لما ابتدى في 2013 لما جي الإنقلاب في يوليو 2013 كان كل الإعلام الغربي ساعتها تحدث عن ربعة للأمانة يتكلم على الجارديون على الاندبندنت على نيورك تايمز بس كمية الألام والفواجع اللي موجودة في المنطقة عندنا ربما غطت على المأسي اللي موجودة في مصر قضية سوريا قضية اليمن ما حدث في السعودية ثم ما حدث في الغرب مشكلة أن اللي حصل في الغرب كمان بقى كبير يعني مشاكل الطيار اليميني اللي ظهر في الغرب الكبير ماكسف ترامب الكبير وأثره على السياسة الداخلية كمية الانشقاقات اللي ما حصلت في البريكزيت على سبيل المثال الوضع الاقتصادي السيء وداخل في وضع اقتصادي فعلا سيء في خلال السنتين تلاتة والسنتين اللي عدوا أيضا بتكلم على معدل نمو واحد ونصف واثنين في المية في أوروبا كلها معدل نمو وسيء للغاية وبالتالي الحالة اللي موجود فيها الإعلام انشغلت فيها بنفسها ربما حادثة الأستاذ جمال خاشخجي رحمة الله عليه عادت المشهد مرة أخرى ولكن أدرك أيضا بعض الغرب مش كل الغرب إن فيه اتنين كامبس بيشكلهم الحريات واللي بينادوا بالديمقراطية في المنطقة العربية مع اللي بينادوا أيضا بالحرية والمساواة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية في الغرب مع اللي بينادوا بالتحرر وحقوق السود مرة أخرى يعني غير أصحاب البشرة البيضاء في أمريكا بقى فيه كامب واحد بشكل من الأشكال يعني يجمعهم قضايا كتيرة مع بعضهم وفيه كامب آخر فيه محمد بن سلمان وفيه السيسي وفيه محمد بن زايد وفيه نتانياه وفيه ترامب ومن على شكلته تعلم وبالتالي إحنا لابد إن إحنا نستغل هذا المزاج العام اللي موجود هناك مصالح مشتركة لنا مع هذا الطيار اللي موجود في الغرب إحنا لا نعول عليه ولا إحنا فاهمين إنه هو اللي ينصر ولكن مهم إن صوتنا يفضل موجود وبالتالي كان الاهتمام من وجهة نظري ب60 منتس مش بس عشان يفضح عبد الفتاح السيسي يفضح حلفاء عبد الفتاح السيسي عشان يقول لترامب ده اللي انت بتديله تريليون ونص مليار ونص كل سنة من التاكس بيرز الأمريكيين دافع الضرائب وقاله كده صراحة ده اللي انت بتدفعه له وهيده مليار قريب وهيدفعه مليار تاني قريب ده شكله وده محمد بن سلمان اللي حضرتك بتعمله دعم كل شوية عمل كذا وبالتالي هو احنا قضيانا دلوقتي بقت ملتح هو طبعا مصدخن لكلام حضرتك لانه هو في بعض الناس بتتكلم على انه ادارة ترامب وما تفعله والتأييد للسيسي وكده احنا شفنا في الكتاب بتاع ديفيد كيرك باتريك الاخير المشهور يعني عن مصر انه ادارة اوباما هي اكتر من دعم الانقلاب يمكن اوباما كان متردد شوية لكن في الاخر هو برضو تلتحق لكن الادارة كلها يعني شرح بالتفصيل ازاي لكن زي ما دكتور ايمن والستاذ يحيا بيقولوا يعني انه دلوقتي فيه وضع مختلف وزي ما حاجة تفضلت ودي واحد بيشعر بي لانه كتير بيجلد انتقادات انتوا بيتحولوا على الغرب انتوا ليه بتكتبوا مقالات انتوا بتخطبوا الغرب ما تعلمتوش يعني دايما الحقيقة الناس اللي زي حالتنا كده اللي مختلطين بالقضايا الغربية بينلاقي التعليق ده فالرد بمنتهى البساطة انه ما فيش حاجة اسمها الغرب كده على بعض في الحكومات والدول اللي بتربطها مصالح معينة ودول بالمناسبة سهل جدا ببذله يتخلصوا من الحكام الديكتاتورين في اللحظات اذا تعرضوا مع مصالحهم لكن فيه دلوقتي مجتمع المدنيين فيه نواب احنا فيه نوعية جديدة من النواب في نفس الحلقة اللي هي كان فيها السيسي الجزء الاولاني منها كان عامل حديث مع يعني احنا نقدر بنتعرفنا نقول فتاة صغيرة الفتاة دي نجحت في الهاوس في مجلس النواب الامريكي اصغر نائبة تسعة وعشرين سنة اه هي اللي كانت نادلة ايوة كانت جرسونة اه وهي يعني لها ميول يسرية وتقدمية وبيتكلموا عن هذا الطيار ممكن يعمل انقلاب اصلا في الحزب الديمقراطي في السياسة الامريكية بشكل عام انا اصدي فيه امثال هؤلاء زي ثيار جاريبي كوربين في بريطانيا فيه ناس بدء من بيرني ساندرز اللي هو فوق السبعين وصورا لالكساندريا دي اللي هي كورتاز اللي هي تسعة وشرين سنة فاذا احنا مكان الوقت يعني مجتمع حي ديناميك ما فيش ما يمنع اطلاقا رغم من التوجه الاساسي للدولة هو دعم السي سي انه يجي برنامج زي سيكستي منتس ده والجديد فيه انه هو يعني فيه ناس كتير تقولك ايه طب ما الحاجات اللي اتقال دي كل احنا عارفينها هو مش عامل ده للمشاهد العربي يعني علشان يشوف معلومات هو معرفاش هو الاول مرة في امريكا بهذا الحجم من التركيز يتقال ستين الف معتقل يتقال مذبحة في ربعة يتقال ايدك عليها دم اه في دم ان انت عند دم ان انت ديكتاتور دي الاول مرة يتقال في الغرب هو برضو كتير من الناس اللي في العالم العربي مش مدركين حجم المعركة التي تدور في العواصب الغربية في معركة شريسة بين اليمين المتطرف وما بين باقي المجتمع وهي المعارك تدعياتها حتكون او نتائجها حتكون لنا او علينا صحيح يعني انا ابينا ومصداخا لكلامك انا اليوم كنت بقرأ واحد بيعلق على خلاصة مقال وضاح خنفر في نيويورك تايم في نيويزويك في نيويزويك وضاح بيختم مقاله بيقول انه على العواصب الغربية ان تنتبه لانه دعم هؤلاء المستبدين سيعود عليهم بالوبان الاخري فواحد كاتب عريضة كبيرة انه شوفت ولا الاسلاميين اللي بيفضلوا متعلقين بالغرب ويعولوا عليه الناس هو لم يقصد ذلك اصلا هو يقصد ان ينبه الى حقيقة الى واحدة هذه حصلت معنا برضه دكتور فكر برضه انا كتبت مقاله في نيويورك برضه بالصدفة يعني وفي اخيرها كنت بقول انه في نتوقع الزلزال حييجي في المنطقة نتيجة هذه الممارسات والكلام من ده فهم في المجال اخدوا دي وحطوها في عنوان فطلع بقى اخونا الصديق العزيز يعني عمره قديم وطلع بقى ايه وسحيتك كان الدكتور برادة عمل تغريدة بالصدفة برضه عن وجوب ان المعارضة تتحد وشكلام من ده فاعتبركم بتحرضوا الغرب فقال لك بقى ده في مؤامر كونية والدكتور ايمان مش عارف ايه وعمل بقى قصة كبيرة كده يعني احنا يعني الواحد بيكاتب المقالة اصلا بيخاطب القرق الغربي بينبهوا الحاجات الدكتور برادة ما عرفش بيخاطب مين لكن في الاخر ايه يعني ما فيش لأي اتفاق ولكن هما بيتصوروا اي شيء من هذا من هذا النوع ان فيه مؤامرة وان فيه تأمر لغاية ما طلع في الاخر بقى دوقتي 60 منتس بقى رخر اخواني برنامج ده على فكرة بيتفرج عليه لا يقل عن 14 ل 15 مليون واحد يعني هو البرنامج الوحيد اللي بيقترب مشاهدته من المبارات الرياضية في امريكا يعني با احنا بيتكلم دلوقتي على هذا برنامج خديمة انا اذكر من ايام ما كنت انا في المدرس اكتر من 50 سنة ده من اكتر من 50 سنة طبعا انا مش لها درجة كبيرة بس لا 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 عايكتو بتشوفوا فيديوهات قديمة بس لا اذكر لما كنت انا انا باواقل الثمانينيات كنت اشتغل مع الحكومة الامريكية كانوا الامريكان اللي يتفرجوا عليه يعني برنامج مهم ده يكتو بشغل بحكومة امريكية ايه يا ربطور خلي بانيا كنت اعترافات دي بأولي الحقيقة لا يعني الاحترافية في الاعلام ايه يا ربطور ايمن بيقوله زي ما استاذ يحبه يعني احنا مش لا بنعول على غرب ولا احنا اي تغيير احنا بننشوده بايدنا المصريين ولا يمكن اي تغيير يحصل غير بايدنا اهل البلد ما لم يحصل حراك في داخل مصر هو دور الخارج هو ان يساند ان يوضح الصورة ان يخذل اذا استطاع ان يخذل لكن هو التغيير الحقيقي في داخل مجتمعاتنا الله لا يريد انه لا نريد ان يساند ولا حاجة انا بس نريد ان يتوقف عن دعم هؤلاء المكان